إذا كان Fx يسوي صف والFy يسوي صف وكان مميز بتاع أقل من الصف فإن النقطة Fy وB هي نقطة انقلاب أو سعج ناخد مثال أوجد القيم العظمى والقيم الصغر المحلية ونقاط الانقلاب للدالة تلي Fx وY يسوي نجيب المشتقة بالنسبة الـ X المشتقة بالنسبة الـ Y من المعادلة الأولى الـ X يسوي 2Y من المعادلة الثانية 3Y تربية نقص 8Y زائد 4 يسوي صف بالتحليل 3Y هنا Y الإشارة دي موجب يبقى إشارتين سالب 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 2 2 من القص الأول Y يسوي 2 على 3 قص الثاني Y يسوي 2 نعوض في المعادلة دي إذن X يسوي 4 على 3 وهنا X يسوي 4 إذن النقطة بتاعتي هتكون بالشكل ده نجيب المشتقة العليا Fx X 2 Fxy بنقص 4 Fyy 6Y إذن المميز بتاعه بالشكل ده نعمل الجدول النقطة الأولى هي المميز نعوض بالنقطة دي سوي 8 أكبر من الصف وقيمة Fx X 2 أكبر من الصف إذن النقطة صغيرة محلية نعوض بالنقطة التانية المميز سالب ده مطلوب إذن دي نقطة انقلاب نقل مثال تاني بشكل ده Fx Y يساوي نجيب المشتقة Fx ونجيب المشتقة Fy هنا من دي ال Y يساوي زائد أو ناقص 1 من دي بالتحليل بشكل ده X من X ثلاثة واحد ناقص مورب يبقى X يساوي ناقص واحد والX يساوي ثلاثة إذن النقاط الحاجة بتحتها تبقى بالشكل ده 4 نقاط نشوف المشتقة العليا Fx يساوي 2x ناقص 2 من هنا Fy يساوي ثمانية Y Fxy يساوي صفر إذن المميز هيكون بالشكل ده شوف الجدول النقاط بتاعته هي النقطة دي لما نعوض في المميز يساوي 32 أكبر من الصفر وقيمة Fxx أربعة أكبر من الصفر إذن دي صغيرة محلية النقطة التانية هنا ناقص 32 يبقى نقطة انقلاب النقطة ناقص واحد وواحد هنا ناقص 32 يبقى نقطة انقلاب مش مطلوبة بقى للمشتقة FXX هنا النقطة ناقص واحد وناقص واحد نعوض في المميز 32 وقيمة FXX سالب إذن دي قيمة عزمة محلية النقاط النقاط